يعطيكم العافية سابع ان شاء الله اليوم درسنا رح يكون العلاقات التناسبية بداية بدنا نعرف شو معنى علاقة هي هي علاقة يعني بتربط بين شيئين كمياتين شوفو هي علاقة بين كمياتين شاني كمياتين يعني بتكون كمياتين بتكون نسبة بس بيختلف عن المقام مثلا مسافة على زمن هاي بتعتبر كمية وهاي بتعتبر كمية اذا هي بتكون العلاقة بين كمياتين مختلفتين لجميع النسب معدل الوحدي نفسه شو معنى معدل الوحدي نفسه حكينا يا سابع انه نجعل المقام يساوي واحد ولحتى نحدد العلاقات التناسبية لازم نستخدم جدول لازم نستخدم جدول بداية يا سابع اطلعوا لي على هذا المثال الموجود عندي هنا في الكتاب سجلت سلوة دقائق الذي تحتاجها لقراءة عدد من الصفحات في الجدول كل دقيقتين بتقرأ خمس صفحات ست دقائق بتقرأ خمستاشر صفحة تمنتاشر دقيقة بتقرأ خمس واربعين صفحة هل توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن بالدقائق؟ خلق بننشوف بننوجد نسبة كل كسر شوفوا كيف هسا في علاقة بين عدد الدقائق وعدد الصفحات؟ نعم خلينا نشوف كيف هل تشكل تناسب؟ ما بنعرف ما بنعرف إذا في علاقة تناسب إلا من خلال لما أجد معدلات الوحدة لجميع النسب تمام هسا بدي أخذ بدي أخذ أول علاقة لما يكون عدد الصفحات خمسة بقرأها بدقيقتين وحطوا ببالكم يا سابق دائما الزمن سواء كان دقيقة أو ثانية بحطوا بالمقام خلينا نشوف يلا هسا كل خمس صفحات بقرأها بدقيقتين خمسة تقسيم اتنين حكيت لكم لازم أخلي معدل الوحدة يساوي واحد تقسيم اتنين تقسيم اتنين تمام؟ خمسة تقسيم اتنين كم؟ طبعا هنا يساوي معدل الوحدة واحد المقام اتنين ونص طيب هسا بالنسبة للعلاقة الثانية كل خمستاشر صفحة بقرأها بست دقائق كل خمستاشر صفحة بقرأها بست دقائق لما نيجي نقسمها يا سابق برضو بتطلع اتنين ونص وكل خمسة واربعين دقيقة وكل خمسة واربعين دقيقة بقرأها هو بثمن دقائق برضو بتطلع اتنين ونص اهم ايشي كيف طلعت عندي هون اتنين ونص قسمنا المقام على ستة وقسمنا البست على ستة لحتى أخلي معدل الوحدة يساوي واحد ما بقدر أحدد إذا فيه علاقة تناسبية بدون ما أخلي المقام يساوي واحد وهون تقسيم تمانية وهون تقسيم تمانية خمسة واربعين تقسيم تمانية كم اتنين ونص زي ما انتوا شايفين معدلات الوحدة لجميع النسب اللي كان في السؤال كم تساوي اتنين ونص وإذن متساوية بما إن معدلات الوحدة متساوية لجميع النسب متساوية إذن توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحة والزمن بالدقائق تمام طيب اتطلعوني مع بعض يا سابع على مثال هذا تدخر لميس من مصروفها تلت دنانير كل أسبوعين كل أسبوعين كل أسبوعين خلينا اوش نحل هذا بعدها بنرجع للأسئلة تمام اتطلعوا لي على هذا المثال إذا كان سعر تذكرة الدخول لأحد المنتجات السياحية العائلية سبع دنانير للفرد إضافة إلى تلت دنانير بدل خدمات العائلة إذن كل فرد بدي يدخل لهذا المنتجة بدي يدفع كم عشرة طيب إذا كان فردين بدهم يدفعوا كم سبعطاش الفرد الأول بدهم يأخذوا عليه تلاتة بدل خدمات عائلية بس أول مرة تمام إذا كان عدد الأفراد تلاتة رح يأخذوا أربعة وعشرين أربعة وعشرين كل واحد رح يأخذوا عليه سبعة سبعة بتلاتة وواحد وعشرين وتلت دنانير خدمات عائلية طيب لما يكونوا أربع أفراد أضربها بسبعة ثمانية وعشرين زائد تلت دنانير واحد وثلاتين دينار واحد وثلاتين دينار بحكي لي هل بحكي لك هنا أبين إذا كانت العلاقة بين المبلغ وعدد أفراد العائلة تمثل علاقة تناسب بدي أوجد معدل الوحدة لكل نسبة إذا كانوا كلهم المعدلات الوحدة لجميع النسب متساوية إذا أنا عندي هون علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن عفوا بين المبلغ وعدد الأفراد سورة خربطت تمام خلنا نوجد المعدل الوحدة لهاي النسبة عشرة على واحد بساوي عشرة هيا هاي معدل الوحدة جاهز واحد خلنا نشوف سبعتاش على اثنين كم بساوي تمانية ونص هسا هاي تقسيم اثنين وهاي تقسيم اثنين كم بيطلعوا تمانية ونص تمام خلنا نشوف هون معدل الوحدة طبعا هون 24 تقسيم ثلاث دائما العدد الأقل بيكون في المقام 24 تقسيم ثلاث عشان أوجد معدل الوحدة يساوي كم تمانية وهون 31 تقسيم أربعة كم 31 تقسيم أربعة كم 7.75 لما أجي أقسم هاي على أربعة يساوي كم واحد ولما هاي أجي أقسمها برضو على أربعة يساوي كم 7.75 7.75 7.75 هل شفتم معدلات الوحدة لجميع النسب متساوية نو مش متساوية إذن هون يا سابع يا حبايبي ما في أي علاق التناسب بين المبلغ وعدد الأفراد بين المبلغ وعدد الأفراد ما في عندي ولا علاق التناسب آخر فكرة بالدرس بطلعوا لي على المثال هون بحكي لكم هنا يا سابع يمكن تحديد إذا العلاقة بين كميتين إذا في علاق التناسب لازم نمثلها على المستوى البياني ومتى بنحكي إنها بتمثل تناسب إذا كان التمثيل إذا كان التمثيل زي ما إنتوا شايفين مستقيم بمر بنقطة الأصل بمر بنقطة الأصل خلينا ناخد المثال وليفهم شو بحكو تمام يا سابع خلينا هون ندرس كمان هذا المثال يصب صندوق صنبور في خزان ماء بمعدل 6 لتر في كل دقيقة في الدقيقة بصب 6 لتر طب الدقيقتين 10 لتر طب الثلاث كل مرة بدو زي 6 18 بأربعة 24 بخمسة 30 إذا هون أنا طلعت علاقة بين زمن وكمية المياه اللي بتصب خلال الزمن بحكي للسؤال هل تمثل العلاقة بين عدد الدقائق وكمية الماء المضافة إلى الخزان تمثل علاقة التناسب طيب الطريقة الثانية بنقدر نرسم بيانيا بنقدر نرسم بيانيا طبعا بنقدر نرسم بيانيا سابع بهاي الطريقة لحظة هاي رسمة بيانية تقريبية طبعا هون احنا بنعرف محور الواي هون بنعرف محور الاكس هون الموجب وهون السالب والواي هون الموجب وهون الواي السالب تمام هسا بدأ أحط كل الأزواج المرتبة اللي عندي هون هاي هون واحد وستة اتنين واطناش زي ما انتوا شايفين تلاتة وطمنتاش اربعة واربعة وعشرين وخمسة وثلاثين خمسة وثلاثين اكس واي اكس واي اكس واي اكس واي اكس واي اكس واي اربعة خمسة زي ما انتم شايفين بهذا الشكل تمام وقيم الواي قيم الواي تتراوح من ستة لتلاتين ستة اتناش اربعة عشرين تلاتين ايانا لما تكون الاكس واحد كم قيمة الواي ستة واحد ستة زي ما انتم شايفين لما تكون اتنين ناش لما تكون تلات تمنتعش لما يكون اربعة اربعة وعشرين ولما يكون خمسة كم تلاتين لو بتكون تيجوا توصلوا كل هاي لما تيجوا توصلوا كل هاي رح تلاحظوا انها بتمر بنقطة الاصل اللي هي صفر هذا الرسم التقريبي لو كان بالمصدر بطلع ادق رح تمر بنقطة الاصل هذا المستقيم رح يمر بنقطة الاصل اللي هي صفر بما أنها مرت من نقطة الأصل وطلع عندي مستقيم إذن العلاقة بين كمية المياه والزمن شو ما لهون يا سابع تمثل تناسب تمثل تناسبا تمثل تناسبا يعطيكم العافية طبعا إن شاء الله المرة الجاي بنحل التدريبات والأسئلة مع بعض يا سابع إلى اللقاء